معظم اليمنيين تحت خط الفقر من جراء الحرب التي دفعت الملايين إلى حافة المجاعة بسبب الحرب وسيطرة ميليشيا الحوثي على العديد من المناطق ومنعها وصول المساعدات للمناطق الأخرى وإذا كان أغلب اليمنيين يعانون من الفقر وغلاء الأسعار وارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر في البلاد فإن المرضى هم الأكثر معاناة خاصة في ظل انهيار الخدمات الصحية وشح المستلزمات الطبية محافظة تعز أحد المناطق اليمنية التي يعاني سكانها من آثار الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على المدينة المكتبة بالسكان والذي أدى إلى تدهور الوضع الإنساني والصحي فيها ظروف الحرب وغلاء المعيشة واستمرار الحصار فقمت من معاناة مصابي الأمراض المزمنة خصوصا مرضى الفشل الكلوي بسبب نقص الأدوية وتقليص جلسات الغسيل وتدهور الوضع المعيشي للعديد منهم أصبح أوضاع المرضى صعبة جدا من حيث المعيشة وغلاء الأسعار والمواصلات والمأوى ومن كالحال؟ يعني لا يستطيع المرضى أن العلاق ارتفع سعره إلى أضعاف خمسة أضعاف ستة أضعاف البدل الشريط كان بمئة ريال أو بمئة ريال أصبح الآن بألف ريال مدير مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة بتعز فهم الحناني أكد أن المركز بأمس الحاجة إلى أجهزة غسيل كلوي وقطع غيار للأجهزة الموجودة نستقبل بمعدل 8 إلى 8 مريض في اليوم الواحد أصبحنا الآن نعاني من احتياجات شديدة مثل مادة الديزل وخاصة هذه الأيام لا يتوفر مادة الديزل وهذا قد يؤدي إلى توقف المركز عن القيام بعملية الغسيل هؤلاء المرضى وكما نحن بأمس الحاجة إلى أجهزة غسيل كلوي وقطع غيار لأجهزة الغسيل كلوي ومحطات خاصة بالغسيل الكلوي حيث أن لنا فترة طويلة لم نقوم باستبدال هذه الأجهزة أما منظمة الصحة العالمية فقد أكدت في تقرير سابق لها أن مراكز غسيل الكلة في اليمن تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات وأن مرضى الفشل الكلوي يصارعون من أجل الحصول على جلسات الغسيل المنتظمة فيما حذرت من أن استمرار الوضع الحالي سيعرض حياة المرضى للخطر المميت